موسيقى عمل مشترك يعني نخدمنا مبعضنا عملنا مبعضنا في الحزب الاشتراف في التسطور كمسهولين وخدمنا مبعضنا في حجومة في حكومات الانكيبة ثم كان هذا محاصل حاليا كنت ضمن الفريق اللي ول الحكومة في الفترة الانتقالية بعد ثواء في 2011 الشرعية التوافقية هي فكرة تجي قايت سهول اول حدث عليها وقال الشرعية الانتخابية ضافت لان مسؤولية بتاعها محدودة بالزمن ولهذا الزمن دعمها بشرعية توافقية فكرة معناها الحوار الوطني الحوار مسؤول بدون عنف الحوار معناها مفيش اقصار لأي طرف كان في احترام المتبادل الحركات السياسية هذا يزد التوجهة سليمة نجمع مختلفين بالقراءة مش ضروري باش انت تحاول باش تنهي وجودي ولا انا نحاول باش باش انا اعترفش بحضورك اذا انت مقتنع بهداف نيداتونس وثانيا شفت الكثير من الانجازات التي تمها خاصة التوافق هذا جاب جاب دستور متقدم فيها افاق جديدة فيها ضمان لحقوق الانسان وضمان في ابتداء للقانون لسيادة الانون الدستور هدايا هو نتيجة الوفاق والوفاق في ابتداء الحدد وربح وكسب تونس ثم جاء الوفاق هدايا جاءت حكومة مستقلة اللي باش تحاول تهيئ لانتخابات حرة وانتخابات شفت اليوم احنا في حاجة اكثر من اي وقت باش نواصلوا الحوار اولا باش خارجة الطريق تتحقق باش الظروف معناها تكون ملاءمة لانتخابات حرة وشفت باش في ابتداء الله اتوانسة يشاركوا بالاختيارات اللي من شاء انها تطمن الجهات المحروفة واتطمن الشباب العاطل واتطمن الفئات اللي هي تنتظر الكثير من الدولة والدولة في ابتداء الله مقدرش في هالمدة هذي باش تتجاوب هالانتظارات هذي يزبها وفاق ويزبها حواء شخصيا وجودي في الحركة هذا هو اللي دعم هالمصال هذي حتى تكون في المستقبل العمل يتركز على تحقيق ما تصب إليها التوانسة شكرا يولد شكرا 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 شكرا